ناس بتسأل على وثام أبو علي ليه إصابات تاني إصابة عضلية في نفس المكان في أول شهر انضمام للأهلي بحسب المعلومات اللي عندنا فهو لم يعتد على الحمل البدني اللي بيتمرنه في الأهلي وبحسب بعض المعلومات الجاية من السويد فوثام أبو علي على مستوى التدريبات في المراحل السابقة ما كانش بيتمرن بنفس الكثافة اللي هي بالنسبة لنا طبيعية اللي بيتمرنها الأهلي لكن كان أكتر المباريات هي اللي فيها حمل بالنسبة له لكن ما دون ذلك سواء بقى بسبب درجات الحرارة أو طبيعة التعامل هناك في فريق سيريس السويدي فكان ما دون المباريات التدريبات أخف كثيرا وبالتالي ممكن ده يحتاج وقت في الاندماج مع أسلوب الأهلي جانب طبعا أنه إصابة العضلة الخلفية بتحتاج وقت للاستشفاء ترجمة نانسي قنقر